موسيقى أنا أصغر في قرية نبي صالح كأصغر صحفية فلسطينية بالعالم بغطي الأحداث اللي بتصير في قرية نبي صالح وأي محل بروح عليه بيكون في أحداث بغطيها بحاول أوصل للعالم برسالتي اللي هي إنه إحنا أطفال فلسطين منعاني وإنه إحنا فلسطينيين وإسمها فلسطين مش إسرائيل إحنا مش إرهابيين إحنا مندافع عن حقنا ومسلوب كل حقنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي كمان بحاول أوصل للعالم من خلال الكاميرا أفرجيهم قضية فلسطين اللي هي بتخصش بس فلسطين بتخص كل العالم وكل الوطن العربي كمان بدأت أعمل هذا الإشي قبل ثلاث سنوات لما كان عمري سبع سنين كان شعوري كثير أشياء مثل إنه كنت خايفة مرتبك شوي لأنه رئيس جمهورية تركيا بكرم في فرحاني ومفتخرة بحالي إنني عم أرتفع درجات عم أوصل صوت أطفال فلسطين لكل تركيا ولكل شعب العالم كمان كنت فرحاني كثير بأنه يعني حصلت على هاي الجائزة اللي هي شرف لإلي وكنت حزنانة لأنه في نفس الوقت في أطفال في العالم بينقتلوا بتقلموا بتوجعوا بنحرقوا فلسطينيين بيستشهدوا في نفس الوقت اللي أنا فرحاني فيه فكان شعوري عبارة عن أكتر من شعور واحد أنا بغطي الأحداث بلغتين العالم لهم العربي والإنجليزي طبعا التنتين بعملهم بحاول أعمل قدر المستطاع من اللغتين لأن الإنجليزي هي لغة العالم كل العالم بيعرفها والعربي كمان من أهم اللغات في العالم فعشان توصل رسالتي لكل شخص في العالم بعمل فيها ومتابعيني مش بس من فلسطين ومش بس من الوطن العربي متابعيني من الغرب وكمان متابعيني من كل أنحاء العالم وبتوصل صوري يعني لمحلات كتير لمناطق كتير لدول كتير لناس كتير أطفال فلسطين هم أطفال زيهم زي أطفال العالم بحتاجوا يلعب بحتاجوا يدرسوا بحتاجوا يتعلموا بحتاجوا يعيشوا بحرية زي كل أطفال العالم ما في فرق بيننا وبين أي طفل أي أي شعب في العالم بس إحنا الفرق بيننا إنه إحنا منعاني وبنتقلم نتوجع بنحرق كل يوم بنشوف على الطريق بنشوف دم دم صحابنا دم أهلنا كل يوم ما منقدرش نروح على المدرسة بسبب حواجز جيش الإسرائيلي بنشوف صحابنا مندعسوا إحنا رايحين نلعب نتقلم نتصاوب لأنه تحت ظل احتلاله إحنا منطالب في كل العالم إنه يصحع حاله يشوف شو فيه في أطفال فلسطين لأنه إحنا بدنا الحرية بدنا السلام بدنا العدالة بدنا نعمل هضل عالم عالم حب عالم خير عالم سلام عالم عدالة عالم مساواة بدون حرب بدون قتل بدون ألم بدون وجع بدون دم وهذا الإشي اللي بدنا إياه إحنا وبنتمنى يتحرر أنه إحنا دايماً عنا إرادة وعنا طموح مش راح نتشاقم راح يضل فينا أمل وبكرة راح تتحرر فلسطين والعضو يرحل من هاي الأرض ورح يشوفوا كل العالم كيف راح نحررها بإرادتنا وطموحنا ورح نكون قدوة لكل شخص في هذا العالم ورح يجي نكتب اسمنا في كتاب التاريخ اشتركوا في القناة